موسيقى مساء الخير هنبدأ الحلقة بسؤال لو حد أهل وحشين بيتصرفوا معاه تصرفات وحشة أو تصرفات غلط بيهنوا بيضربوا هل من حقوا ساعتها أنه يعملهم بأسلوب وحش؟ طب لو هي بنت نور بطل القصة حقيقية النهاردة بعتت تقول لنا اكتشفت أن أسلوبي الغلط جاب نتيجة مع أهلي بس اللي حصل معها بعد كده كان صعب قوي تفتكروا حصل إيه؟ تعالوا نسمع القصة من أولها ونشوف نور بعتت تقول لنا إيه؟ اسمي نور وعندي 30 سنة حكايتي بدأت من بعد ما ودتي اتوفت كان عمري وقتها 13 سنة فقدت بموتها أكتر إنسانة حنين علي أنا كنت أخرى عن قوت كنت دلعيتها بس الغريب أنه حتى وهي عايشة رغم أني كنت مرتاحة جداً في وجودها كنت دايماً بجيب موس وافضل أشرح نفسي كنت بستمتع بالإحساس ده قوي لما ماما كانت تشوف علامات التشريح على إيدي تسألني إيه اللي عمل فيكي كده كنت بقول لها دي القطة خربشتني هي كان بتصدقني لكن بابا كان دايماً بيسافر لما كان بينزل أجازة كنا بنشيل الهم لأنه كان دايماً بيدرب ماما كان بيدربني أنا وأخوي اللي أكبر مني بخمس سنين المهم ماما توفت من هنا وبابا أتجوز بعدها بشهر وأنا دخلت في حالة نفسية وحشة وقعدت المدة كبيرة قفل على نفسي ما بكلمش حد حتى دراستي سبتها وشفت مع امراض بابايا أسود أيام حياتي كانت ست ظلمة ومفترية لما كنت أشتكي الأبوية كان بييجي معاها علي كنت خاف أرد أواخد حقي واشتكيت لعمامي كان بيقول لهم دي بنتي ومحدش يتدخل لما أخوي للأسف اتلم على شلة فاسدة بقى يشرب مخدرات حالنا كله تغير أبويا ما كانش يعرف بس أنا شفت السجاير والمخدرات في الدرجة بتاعه شوية بشوية بقيت حاسة إنه ما عنديش سند كل حاجة بتفرحني كانت ممنوعة ممنوعة أخرج ممنوع صاحبات يزوروني حتى تليفوني أبويا واخدوا مني كان دايما يقول البنات بتبوز بعض وأنا خايف عليكي كان هو ومراته يعودوا في قدتهم مع بعض يحضروا الأكل ويأكلوا لوحدهم ويسيبوني قعدة في قطي لوحدة كإني مش موجودة عدت الأيام وصلت لسن السبعتاشر سنة أخويا سافر بر وسبني لوحدة وتعلمت لما جبرت إن الأدب والسكوت والخوف بضيعوا حقي لحد ما ابتديت أتمرد وأعند وأرد على الكلمة بعشرين كلمة خصوصا وصد مرات أبويا أما أبويا يتدخل ويجي في صفها كنت بقيل لأدبي عليه اكتشفت إن الشدة وإسلوب الغلط بيجيبوا نتيجة صحيح كنت بتضرب وتعجل ومرة بابايا طف السجارة في وشي بس برضو كنت باخد حقي حوشت وجبت تليفون من وراء خليت بنت جارتي هي اللي تجيبهولي وأول ما أبويا يخرج أتصل بيها نتكلم ونهزر وبالليل بعد ما ينام كنت بسرق منه السجاير وقف القطي وأفضل أشرب وبعد ما أشرب ألسع جسمي بالسجاير كنت بحس أحساس بي رياحني قوي لما كنت بعمل كده عملت أكاونت فيك على الفيسبوك كنت بكلم شباب وبس بس عمري ما بعترهم صور ولا فيديو آخري مكلمات وخلاص كنت جعانا للحب والحنية والاهتمام ما لقتش مشاعر دي غير فعالم الفيسبوك أنا الحمد لله شكلي حلو اتقدم لي عرسين كتير جدا بس كنت برفض عشان كنت بحس إن أبويا عايز يخلص مني وخلاص لحد ما في يوم اتعلقت بابن الجران كان ولد متدين ومؤدب ودخل ببيت من بابه واتقدم لي بس أبويا رفض عشان كان في خلاف بينه وبين أهله والموضوع دخل في عند بين الطرفين بس إحنا بضلنا نحب بعد ست سنين كان عندنا فيهم أمل إننا هنتجوز في الآخر كان كل فترة يتقدم لي فضل يحاول كتير لحد ما فقدنا الأمل وراح خطب وأبويا اختار لي عريز غني وأهله أغنية جدا وصراحة أبويا جهزني أحسن جهاز واتجوزت بعد الخطوبة ثلاث شهور وسكنت في بيت عيلة بس جوزي كان وحيد أهله كان بنومه جدا كان بخيل قوي بدأت ألاحظ بعد الجواز إن حماتي بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا وليها الكلمة الأولى والأخيرة علينا مرة صحيت من نوم على صوت كركبة لقيت حماتي عندي في الشقة بتفتش في المبقى وبتقول لي قصي كنت عايزة ملح أتري معاها نسخة من المفتاح ولما تعبت جدا من الطريقة دي ورجعت بيت أهلي أبويا قال لي أنا مش قد الناس دي وارضي بنصيبك واستحملي وفضلت في مشاكل كتيرة قوي لحد ما لجأت العمتي اللي خدتني أعيش عندها وساعدتني إني أرفع قضية خلع وخلعت جوزي وعيشت عند عمتي سنة وبابا ما فكرش فيها يسأل علي ولو بتليفون بعدها اتعرفت على ابن خالد مام كان عايش في محافظة تانية كان جاي في شغل ورجع تاني اتعرفت عليه وأخذ رقمي واتكلمنا وبسرعة ارتحنا البعض وقال لي إنه عايز بعد العدة يكلم بابا ويتقدم لي لما حكيت لبابا قال لي لا مش موافق الشخص ده مش هيرياحك أنا بفهم في الناس قلت له وانت أصلا دورك إيه في حياتي انت بهدلتني ودمرتني وأنا جيت لك عشان الأصول بس وبعدها كلمت الشخص ده وحكيت له على كل اللي حصل واتفقنا إني أسافر له عشان الفلوس اللي معاه على قد المأزون طلعت على القطر ومشيت وأنا في نص الطريق اتصلت بعمتي وحكيت لها فزعلت مني وقالت لي من النهار ده أنا مليش بنت أخ ووصلت لقيته مستنيني كتبنا الكتاب وروحت على بيتي الحقيقة كنت فرحانة جدا لإني والأول مرة أخذ قرار لوحدي وكون قوية كنا متفقين من البداية إني هتجوز من غير جهاز لأن جهازي أخده طالقي وهو وافق وكان عنده شقة تمليك بس ما فيهش غير تلاجة وبوتجاز وسرير قلت واحدة واحدة ربنا هيكرمنا جوزي الجديد كان أكبر مني بسبعة سنين مطلق برضو وأول ما اتجوزنا اتصل بأبوي وقال له أنا اتجوزت بنتك بابا قطعني هو كمان بعد فترة عرفت أن بابا تعبان جدا اتصلت بيه ووحدة واحدة العلاقة رجعت طبيعية تاني بس المصيبة إني اكتشفت إن جوزي طلع أأسى من بابا بكتير طلع إنسان صعب معقد خاصة بيه قوي ودايما يصطاد الأخطاء مش طهيق لي كلمة لو حصلت مشكلة عادية يسمعني كلام صعب وإهانة مرة ضربني وجارتي جات على الصوت لما قالت له استهدى بالله يا ابني ولو مراتك دايقتك اشتكيها لأهلها طب بلاش تضربها أم قالها يا ديليا حد دي ملهاش راجل أنا بقولك أهو قدامها لو ليها راجل خليها تتصل بيه وأنا راسي بقيت في الأرض ما بقيتش عارفة أرد أقول إيه مهو أنا اللي رخصت نفسي وكل مشكلة بيعيرني لأنه عندي مشكلة في الخلفة يقولي اللي زيك المفروض ما يبقاش ليه حس ده أنت حتى الخلفة مش عارفة تخلي فيها زي بقي الستات ده غير إنه قدام أهله يا ما قال لي أنت نحس وقادمك فقر لحد ما أنا صدقت دايماً ماسك الموبايل مديني ظاهره ممكن يقعد بالشهر ما يحصلش بيننا علاقة لحد ما اكتشفت إنه هو بيشوف فيديوهات لبنات مش تمام على الإنترنت وهو تقريباً كان مكتفي بكده حتى لو حصلت علاقة بحس إنها تقديت واجب ساعات بيكون طيب وكريم جداً جداً معايا رغم إنه ظروفنا مش قوي ساعات بيقولي أنا ظلمك معايا بس أنا ربنا خلقني كده ما بعرفش أعبر وأقول كلام حلو أو كلام حب مش أنت يبتكلي وتشربي وبشوف طلباتك وساعات يقلب علي لحد ما أهملت في نفسي طالما كده كده أنت مش شايفني بقيت مضطرة أعيش عشان دخط ياري وغلطتي ماليش مكان تاني أروحه بقيت تجيلي حالة نفسية وأفضل أسرح ضربات قلبي بتزيد وأفتكر إن أنا تعاميت مع الوقت بطلت أسكت بقيت برود عليه تبعتي أسلوب زمان اللي كنت بعمله مع أبوي لما قلت إن الغلط ساعات بيجي بنتيجة الحاجة الوحيدة اللي بتريحني إنه عندي موهبة الرسم برسم واكتب كل اللي مدايقني بحس إن كده ارتحت وفي آخر رسالتي عايز أقول لك إنه بابا بقاعد على كرسي أقسم بالله بدعيله باتصل بيه كل يوم أتطمن عليه وقوله راضي عني قال لي بدعيلك في صلاتي وسمحيني إنتي كمان والحمد لله أنا متسمحة جدا وبقيت أصلي وبعرف ربنا عمري بغضب ربنا رغم احتياجي العاطفي بالنسبة لأخوية فهو توفى للأسف من زمان بس مش عارف هل دي الحقيقة اللي مفروضة عيشها وأكمل كده ولا أعمل إيه من حد هنا وخلصت الرسالة يا نور تحسوها مسلسلسة حسيتني محتارة عاديل نقرق قصة كذا مرة ما بين إن أنا زعلانة منك طبعا وزعلانة عليكي قوي يا حبيبتي بيت بسأل كده طب أنت جانية ولا مجني عليها طب مفروض تعملي إيه مهباباكي وجوزك أسئلة كتير قوي هل فعلا اللي عند وقلة الأدب والطريقة الوحشة ورد الكلمة بعشرة بيجيب نتيجة ولا لأ استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن نور نور معمتها توفت وهي صغير باباها تجوز تاني بعد وفاة الأم بشهر من كتر معاملته الوحشة معاها هي وأخوها نور كان بتجيب موس تقعد تشرح وتقطع في إيديها كان بتاخد السجار من وراء بابا تفضل تشربها بالليل وهو نايم بعدين تقعد تلسع جسمها بتقولك أنت ببسط جدا ودي حاجة غريبة جدا لحد ما نور اتعلمت أنية ترد على باباها ومراء باباها الكلمة بعشرة من غير ما يفرق معاها الضرب كانت بتتضرب ضرب أبوها رفض ابن الجيران اللي هي كان بتحبه وبيحبها ليه؟ عشان خنقت مع الأهل جزها الجديد اللي باباها جوزاله مع فلوس فلوس كتيرة قوي وجوزها أحسن جهاز بس طلع ابن أمه خل عيته راح يتعيش عند عمتها بعد فترة نور اتعرفت على ابن خالة مامتها لما قالت لباباها أنه هو عايز يتقدم لها باباها رفض قال لها ده مش كويس حيطعبك وأنا بفهم في الناس بس نور قررت أنها تتجوزه ويبقى ليها قرار واتجوزته طلع فعلا شخص مش كويس كل شوية يعيرها يقول لها كلام مش حالو يقول لها قدمك فقر مش عارفة تخلي فيه أصلك ملكيش راجل أقل حاجة ممكن تعمليها أنك تخلي فيه زي الستات فمفروض ما يبقاش ليك يحس حتى الخلفة مش عارفة تخلي فيها ضرب إهانة شتيمة درجة أن الجران كانوا بيجوا خلصوها منه بقيت فرج على فيديوهات إباحية بيشوفها على الإنترنت ساعات بيبقى كريم جدا معاها طيب وإحنا عين بعدين يرجع تاني زي ما كان نور رجع تتكلم بابا كان مقطعها بعد ما عارفت أنه تعب بقى قاعد على الكرسي متحرك كل واحد بيقول للتاني سامحني بس هي مش عارفة تعيش حياتها إزاي وهل حياتها اللي جاية هي دي ولا لأ وعشان كده منورنا ومشرفنا النهار ده دكتور أحمد علام استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية عشان نشوف ممكن نعمل فيك إيه يا نور زيك يا دكت الحمد لله أهبرك إيه الحمد لله كله تمام إراك في قصة النهار والله قصة يعني بأنوان هذا ما جناه أبي علي يعني هي باباها هو السبب في كل الأحداث اللي حصلت لها ليه ده كان عايز يجوزها أحسن جوزها والواحد غاني بس هو تعامل معها تعاملات سيئة جدا من الأول يعني القصة فيها أنه هو أولا كان مسافر طول الوقت ثم بعد كده لما جيه يجوز واحدة ستة كانت بتضربها وبتينها وهو كان بييجي في صفة هذه المرأة وبعدين زي ما حراجت شفت هو بعد ما جوزها ببقاش متواجد في حياتها وحتى لما حابت حد تاني وحابت تتزوجه باعد عنها وسابها مش عارفة بس تتزوج حد اختيار بس عادي نوعي يجوز بعدها بشهر يعني إحنا قول الحقيقة يا دكتور الحرام والحلال مفخوش إنه هو عادي لا إحنا مش هنحرم حاجة أنا بتكلم عشان صحة العيال النفسية عشان الناس يا يا أخي الصحة النفسية وحتى وعشان الناس وعشان هو نفسه فين الإخلاص والوفاء للست دي برضو على الأقل يعني يبقى لها كده زي ما نقول هي مش حرام بس حرم تبكي على فرائك يا مفرص قد إيه طبعا يعني مش أقل من من تسعة شهور لسنة ده كده تبقى يعني ده كده البداية كده البداية ما بتكلمش إن ده يعني أنت تلحق تتجاوز قبل كده يعني ده كده يعني نقولها اتزنى بقى ومضطرة عشان حد يشيل معنا خلي بقى لحضراتك إن في ناس عندهم أطفال صغيرين أو كده فعايز برضو حد يشيل معاي راعي في رجال ما بيعرفوش هتعاملوا إنما لما يكون الكبار شوية يعرفوا يعتمدوا عن نفسهم ما يروحش يجوز واحدة على طول كده وبعنين ييجي في صف اللي يجوزها تيه على طول ضد ولاده بس يعني إيه أصلا نورم الأول كيف بتقطع نفسها بالموسو وفي ناس بتعمل كده؟ ده بالنسبة للمراهقين يعني ده ما بيبقاش موجود لا عند الأطفال ولا عند الكبار إنما موجود أكتر عند المراهقين وخاصة من الفتيات بيبدأ من سن مثلا 12 سنة نقدر نقول لحد أوائل العشرينيات أو 18-19 سنة ده بيبقى اسمه إنه هم عندهم إحساس بالجوء العاطفي أو إنه هو رد فعل سلبي لحتة إنه هو إنه هي مفتقدة بعض العواطف أو بعض المشاعر كمان لما بتعمل كده بتبقى مش هنقدر نقول إنه هي مثلا عشان بتميل للانتحار أو كده لا أم ببقاش يعني إيه بتعمل كده بترتاح؟ بالواجع إيه؟ بالطلق ما هو هي واجعها عاطفي أكتر هي بتنفس عن الرغبة بتاعتها هو شوف أحدك ده مش حاجة متزنة ومش حاجة نفسية فكون أنا هي بتعمل حاجة ما ندرش أنه عليه معرض هو عرض من الأعراض هو التصرف غير نفسي أو غير متزن نفسيا بس هي لما بتعمله بتشعر بالارتياح وإن كان ده مش الطبيعي طبعا مامتها كانت موجودة في الأول كان عندها جوء عاطفي من أين؟ عشان باباها ما كانش موجود وما كانش ميديها هذا الأمر ما هي أكيد فيه حتة فيه حتة وأنا بقرأ برضو القصة مفتقدها هو ليه عندها الحتة دي مع مامتها وفي وجود مامتها بس هي برضو قالت أن باباها لما كان بيرجع من الصفر كان بيدربها ضرب مبرح فهي قد تكون مش موجود طول الوقت ولما تيجي تضربها ضرب مبرح فقد يكون هو ده الإحساس النفسي اللي موجود عندها فبتتعامل به وبيضرب مامتها برضو يعني لما بتلاقيش أن باباها بيدربها بتعور نفسها؟ آه إزاي يعني في حد حبت ضربة قوي؟ لا مش حبت ضربة عدلية هي مش بتضرب نفسها أو الوجع ده بيجي بالطريقتين اللي هي عملتهم بالزبط يأما حد بيكون بحاجة قال حد يعد يجرح في نفسه أو كده يأما يكون بحاجة يلسع بها نفسه أو يحرق نفسه مثلا بكابلية أو بالكلام ده وممكن يبقى بطريقة واحدة منهم يعني هي عملت دي وعملت دي عادة بيقى فيه طريقة واحدة لما لايه عندنا حد كده في البيت وبيعمل كده بنعمل إيه؟ الأهل بتصرفه زيه؟ اللي لازم أول حاجة لما هشوف أنا عندي نقص في إيه وعندي مشكلة في إيه لو ما عنديش الوعي بكده يروح للطبيب نفسي على طول لأن ده طبعا نزير ما احنا شايفين تصرفاتها بعد كده مش منضبطة فأنت حضرتك ما تقدريش تحكمي على حد بيعمل تصرف وإحنا أسوياء بنقول إيه ده هو ليه بيعمل كده ما احنا أسوياء شايفينه مش طبيعي ولكن هو تصرف مش طبيعي تصرف غير متزن تصرف بينهم إنه عندها مشكلات نفسية فبالتالي عشان كده تصرفها بيبقى غريب بالنسبة لنا لما بنتكلم على الاتزان من وجهة نظرك نور جاني ولا مجني عليها لأ طبعا مجني عليها طبعا نشوف رأي الشارع مصري هيقول إيه طيب يلا طبعا هي قصة تعتبر شبه واقعية شبه واقعية لأسباب كتير يعني أعطاكتش إن فيه أب بالإجرام ده بالضرب ده بالإهانة دي بتعذيب بنته بكل بشت أنواحها أي أب بيحب بنته أي أب بيراعي بنته أي أب بيحب يسعد بنته ده الطبيعي صحيح هي تظلمت معمرات أبوها صحيح إنها تظلمت لما أو مثلا وفاة أمها سببت لحالة نفسية ولكن مش معنى كده إن الأحداث دي كلها والعذاب اللي تعذبت ده كل من أبوها يعني كون أحداث حقية مجنى عليها لأنها عاشت في بيئة مفيش حد ممكن أمها برض ما اهتمتش بيها قوي تم يعني كما تشوف أم بنتها وتسدق أنها بيتها لما يقول لها ما هو دمي ده تقول له لا القطة خربشتني كان واجب على أنها تراعي وتأكد هل هذا وخربشت قطة أو لا خربشت قطة ده أكيد تباني صحيح أن تذهب لدكتور نفساني أولا لازم تكون عندها استقرار نفسي هي لأسف لا يوجد استقرار نفسي خالص التسامح مع النفس والارتداء بالقضاء والقدر وتبدأ ترجع لربنا عز وجل بجراءة القرآن وتبدأ تشتغل أن الشغل هو اللي بي نسل الهموم وبي نسل الأحزان أكتر حاجة نقول طبعا القصة بتاعتها كل اللي فيها أن ده فشل العلاقة الأسرية اللي هي وصلت لها عن دد طبعا أن هي تهرب مع حد هي عايزة من ورق أهلها بس هو كان الحياة اللي عاشتها والطريقة بتاعت والدها هو ده اللي خلاها وصلت أن هي تهرب معا كان تفكر أن هي تهرب لحياة أحسن رجل أحسن هيعوضح حنية أبوها هيعيشة عيشة كويسة ما هي تعطفت مع أبوها بعد ما قاعد على كرسي وصحيته وبيت في الميزل أن هي برضو كل اللي عملت دوت أن هي جواها حد كويس مش واش أنصح نور أن هي تتقرب لربنا أكتر وتحاول تصلح من حياتها وتنسى كل اللي فات ده وتبدأ من جديد ده حاجة أسمعها أخلاق داخل البيت نفسه القب تقريبا أن هو يعني طلع فاسد وطلع بنته نفسها فاسدة اللي أنا سمعته ده ده كده حالة مش كويسة خالص قطعت ديها بلموس ليه شايفة أن والدها آآ باصس لجوازة تانية خلينا نتكلم دغري من غير أي مقدمة شايفة أن والدها باصس لجوازة تانية باصس لزوجة ديدة مش باصس للبنت من اللي أنا سمعه كده أن هو كده مبنى عليها كده مبنى عليها كده مظلوم من اللي أنا سمعه ده كده مبنى يعني محطوط عليها حتى غلط بدليل أن هي قصت لمرحلة السجاير وده أكبر غلط أن البنت توصل لمرحلة السجاير رغم أن المعاناة اللي هي فيها دي حاجة كويسة أن هي بتدعيله دي حاجة كويسة والدها الكبر وتدعيله معنى كده أن هي بصة لإيه أن أنا برضو في ربنا سبحانه وتعالى هيحسبني على ولد والدي أن رغم أن والدي أثر معها وجابت للوراء طبعا من تفكير والدها بس مع ذلك برضو أن أنا لازم أقف مع والدي عايزة تكبرهم من هما ينفذلها طلبات ما هو أي واحد بيعمل كده أي واحد بيهدد بيقطع إيه بالموس يشرب مش عارف إيه يأخذ حب بيتين مش عارف إيه عشان يكبر أبوه أمه واللي هو في إيده السلطة عليه أنه هو يسمع كلامه والدها أنه هو الموضوع خرج من إيده مرة واثنين وثلاثة ومالحقش أنه يربها صح وهي في نفس الوقت ما استجبتش لأي تربية صح ما في ناس من غير أب وأم من غير أب وأم وربنا هديهم ونجحين في حياتهم أغلبية الشارع المصري فعلا ما حارك يا دكتور بيقولني فعلا مهما عملت فهي مجنة عليها بالفعلا عشان كده أقولت حركة الأنوان هذا مجنة قبل أن أحسس أن باباها هو المحور في هذا الأطباء هو المفروض أنه هو الحضن والأمان والسند واحد عمال بيضربها مسافر طول الوقت لما يرجع كمان المفروض يعوضها ما بيعوضها وشبعا أنه يروح يتجوز بسرعة واللي يتجوز طب أنت لسه متجوز واحدة بقالك تعرفها شهر تيجي معاها كلية ضد أبنائك اللي هما المفروض أيتام إحنا كده بنتكلم ده الواحد لما بيلاقي حد يتيم بيعطف عليه طب أنت بقى ابنك أو بنتك هيا اليتيمة وبعدها ما تنسيش حضرتك أنه في القصة فيه ليها أخ كان برضه مد من مخدرات وقالت في النص أنه هو توفي وإبن ده ممكن يبقى سبب الأب طبعا ممكن يكون برضه هو عنده نفس الأحاسيس وأنه عادي أن ابنه يتوفى آه الابن توفى في القصة هي حكت أنه لما جاءت لجاله بعد كده هو لقيته متوفى وكان في الأول بيهرب من البيت وكان دايما مش موجود لا وبعدين يجي يقولها هي ممنوع الخروج ممنوع الكلام في التريفون أصب بنابا بباص بعض أكيد طبعا ممكن يكون ده بس إحنا ما منتكلمش أن هنا الأب نفسه بيتصرف تصرفات طبيعية مع الأبناء طب لو بنابا بباص بعض نعمل إيه يعني أنا عايز أعرف بقى عندي حاجة اسمها رقابة وعندي مين النوعية البنات اللي أنا عرفهم هو البنات ممكن تبوز بعض ولاد ممكن يبوزوا بعض بس الفكرة والرجالة والستات كل حد ممكن يعمل كده مع التاني ولكن الفكرة نوعية الناس اللي أنا بختارهم فهو هنا يدور على بنته هل بنته فعلا عندها أصحاب أصحاب سوق فعلا أصحاب مسيقين إنه ما هو لا بيرائب ولا بيعمل حاجة هو بيقول شعرات عمال يتكلم عليها وخلاص عامل نفسه أنه هو يعني إيه عنده الخلفية الثقافية ما لبت بوز بعض يبقى متغديش تليفون يمكن يكون مش عايز يجيب لها تليفون أهي أن كان والبنت راحت من وراء برضه وراحت جابت تليفون ووفرت من فلوسها وراحت جابت تليفون يعني برضه كل هذه التصرفات وهو نام على بودان هو لما بتحرم حد من حاجة بيعملها بزيادة كصفات كصفات ولا كتصرفات يعني زي تليفون كتصرفات اللي هي وبعدين فيك أكاونت وعندي جوع عاطفي ده اللي بيحصل بعد كده آه طبعاً تصرفاتها هي كل ده حضرتك محوره الأب اللي مش مديها هذا الأمر لو الأب مديها السند ومديها الإطمانية لو هي بقى تبقى بنتها اللي مش كويسة حاجة تاني إنما الأب هنا هو العنصر الأساسي اللي مدهاش الحاجات دي فبحثت فيها عند الناس تاني سي بتقولي إن قلة الأدب بتجيب نتيجة إيه راك في قلة الأدب؟ أقولي أنا ألضي الكلمة بعشرة لما حد يدايقني آه طبعاً قلة الأدب أكيد بتجيب نتيجة بأن اللي قدامها ممكن يخاف منها ولكن ده مش السلوك اللي أنا أقول عليه أعمله بس مكتب بتقولك بتعجن ضرب بتتعجني عشان كده بقول لحضرك مش ده السلوك اللي أنا أقول إن أنا أعمله بس آه أنت حضرك لما أتلاقي واحد قالي الأدب هتتجنبي هتقول يا عم نبعد عنه لحسن إيه يغبطنا كلمة ولكن ده مش معناه إن أنا بأقر رئلة الأدب ولكن هي الأسف بتجيب نتيجة بتخلي الناس تابد عن الشخصها دي أو يخافوا منها أو يحاولوا ما يتعاملوش معها أكبر تعاملاتها لما كانت بتتضرب كتير ابترت هي كمان طرد مش هيكس بيننا لو هم بعدوا عنها ويتعاملوش معها كتير؟ ما هي أصلاً هي مش عارفة تعمل هي عملة تعمل ردود أفعال وخلاص خلي بال حضرتك هي أصلاً متعودة على الإزاء هي بتأذي نفسها فلما بتأذي نفسها الضربة نفسه بالنسبة لها عادي يعني دي جتيلها في حاجة إذا كان هي بتعمل اللي أبشع من الضربة بتقطع جسمها بالموس وتعمل تحرق نفسها بالسجاير وبالحاجات اللي هي يعني المولاعة وكلام ده فبالتالي الضربة ده بالنسبة لها حاجة عادي يعني لما بضربوها مش مشكلة فهي في الآخر تبلطقت عليه وعملت نفسها إن هي مش هميمها وزع وأعمل عشان أتحدثهم السؤال ده هنجاوب بعض الفاصل أحيانا التحدي مع الأهل بيجيب نتيجة بس لازم أبقى عارفة إمتى أتحدى وإمتى ما أتحداش استنونا بعض الفاصل وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل ورسا بنتكلم في نفس الموضوع اللي ختمنا به قبل الفاصل بنقول إيه بقى؟ إمتى التحدي بيبقى صح؟ تحدي مع مين؟ مع الأهل إمتى تحدى وأقول أنا شايف أن ده صح؟ وإمتى؟ لازم زي ما بيقولوا كده باللغة العامة أو الدرجة أجيب وراء أخاف لا ما ينفعش تحدي إمتى بقى دكتور؟ شوفي حضرتك إذا لو لقيت نفسي هوصل للصدام الصدام ده نهايته المحتومة إن أهلي مش هيبقوا في صفي مش هيبقوا معايا في اللي جاي لازم أترجع طيب مهمة، يعني مثلا لو أنا في قصة النهاردة حركة بتقول مش هيبقوا في صفي حركة مش شايفة إنه لو كانت تتجاوزت البناء ده من الليها حبته وجارها كانت الحقيقة القصة دي كلها تختلف؟ تمام بس هي القصة تختلف وكانت هتعمل زي ما عملت مع زوجها اللي هو التاني إيه اللي حصل؟ لما أهلها مش معاها ابتدأ يقولها إيه؟ أنت معندكش راجل ابتدأ يعييرها ابتدأ يضرعها طول ما الأهل مش معا البنت أنا بتكلم على البنات بالزيد طول ما الأهل مش معا البنت أنت في الآخر ممكن هتقعي بقى فريسة للزوج هو في رجالة كده؟ يعني بعد ما أنا أقولك إنه هو ما كانش موافق وإنت تقولي لأ إن اتجاوز وعملت لي السبع رجالة تعايرني هو دي طبيعة البناء دم؟ يعني عايزة أقول لحضراتك إن في أغلب القصص اللي بالشكل ده اللي هي هربت وراح تتجوزت من وراء أهلها وهو اللي شجعها على كده يعني بنسبة كبيرة مش عايزة أقول لنسبة أرقام عشان ما عندناش لها رقم ولكن في الغالبية العظمى بيعيرها وبيضربها وهو وبيعمل فيها الحاجات اللي ما تعملش نحن يعني الرجل ما يخافش غير من السيدة اللي ليها دهر؟ أو اللي عارف إنه هو ممكن يتضرب لو ضربها؟ أكيد مش حاجات يتضرب على الأقل حتى هيحس لو إن نبي لنكوا تحقها يتضرب أو على الأقل هيلاقي حد يكلم وهو يلاقي حد عارف إنه هيتكلم معايا لو غلط فيها؟ هو تكلم عشان إحنا نتكلم هو ضرب؟ طبعا لا أنا عايز أولها فكال لازم يتعمل إيه؟ لا أنا مش أسجع عن الضرب يخابل بالضرب؟ لا أنا مش أسجع عنه أصلا تتقطع إيدك طبعا طبعا ما هو ما يضرب ما تكملش معاها تاني زي ما هي قالت إنه اشتكيها لأهلها لك تتمد إيدك عليها تتقطع إيدك بس يقفل وقفة محترمة ياخد بنته ويمشي ويروح يطلب بقى الطلاقة أو يعمل طرق القانونية ضده إذا كان في حاجة تعمل محضر أو كده بسكرة جلاشة تهبة يا دكتور صعبة جدا بيقولك إيه؟ ما بوكي كان بيدربك؟ إيه عنا ما ضربك؟ هل لو الأب فعلا ضرب بنته؟ ممكن يوصلها إنه الزوج يقول لها نفس الكلام ده؟ لو هي بقى حكيت له الكلام ده وعرف الكلام ده ممكن يتخذ الزريعة ضدها بدل ما هو المفروض يبقى الحضن الدافئ برضو اللي طبطب عليها لو كان أبوها بيعمل معها كده ببعنف وبقصوة فسي الأسف زي ما بقوله حدق قصص كتير حدق بتقوليها هو الناس كتير قصص كتير من هذه الأحداث أو هذه القصص بتتحول إن الزوج بيلاقي نفسه بيستقوى على دي اللي هي لقيها غلبانة وملاش حاجة الماضي ما يتحكيش لو إحنا بندرب بناتنا أو بنقولهم خليلات فيها إهانة أو كلمات مش حلوة ما نقولهاش قدام الزوج يفضل بس ساعات البنت بتقول من وحي إن هي ده اللي بتحبه وشايفة منه حبه حنخلي بقى الحديقة أصدقنا بنتكلم القصة بعدها يعني ما حفوض نحكي الماضي ولا ما نحكوه المفروض إن إحنا ما نحكيش الحاجات اللي ممكن تعمل لنا مشكلات مع أزواجنا زي كده يعني لو لا قدر الله حصل خلاف أو انفصال أو طلاق بسبب حاجة ماضي دي حاجة مش بإيدي إن أنا رجع طبعا والماضي ومعملش مجود أكتر من اللي علي طبعا والماضي دي حاجة بتاعتي أنا هي صحيح بتدخل معايا في البيت الزوجية كاسمات شخصية اكتسبتها من الماضي ولكن الأحداث بتاعت الماضي المفروض إن كل واحد حرف أحداثه بتاعت الماضي ما كنتش أعرف الزوجة ولا هي كانت تعرف إنما للأسف حتى الزوجات برضو بيحزبوا على الماضي لو عرفت إنه هو ليه علاقة مع حد ولا بتاع في الماضي هتقوله آه أنت لسه بالكلام الغد دلوقتي بقى أنت بقى مش عارف عملتي بقى أنت لسه بتفكر فيها طب لو هو لسه بقى مش بيفكر فيه دلوقتي الزوج اللي بيتفرج على أفلام أو مقاطع أو فيديوز إباحية ده بيتعمل مع إيه؟ والله المفروض هي كمان هي هنا القصة إن البنت مش لاقي حد تلجأ ولكن الطبيعي إنها هتلجأ لحد من أهلاها وتقوله هذا الكلام وتمتنع عن علاقتها بالفضل هو أصلا ممتنع دي بتقولك ده إحنا لو تقابلنا بتبقى تأديت واجب ما هو ما هي اللي زي دي اللي زي دي والقصص اللي كده ما بتنتهيش غير بالطلاق عشان أكون صدق رغم عدم تشجيعنا عليه لا لسه ما سألتكش رأيك في القص لا لغم عدم تشجيعنا عليه على هذا الأمر ولكن القصة لما تمشي هو امتنع عن علاقته بيه ابتدأ يتشاهد أفلام إباحية ابتدأ يبا يدعانا ابتدأ حتى لو قلتهم يهمون ده السيكونس أو الأحداث اللي ابتطرت خطوات في الآخر نتيجة الخطوات دي إيه؟ هنقول في الآخر إنها هتوصل سواء بقى لها أهل ملهاش كلمتهم هيبقى في الآخر النهاية المحتومة إن فيه انفصال هيحصل سواء كان بطلاق رسمي أو بانفصال بقى داخل البيت مع حدث يوم هيتعامل مع التانية وموجودين كده عشرين مبارك يعني أول ما يبقى فيه خلل في العلاقة الزوجية نبتدي نعرف إنه ممكن ده يؤدي إلى الطلاق بنسبة 90% طبعا هيؤدي إلى الطلاق الخلل الكبير في العلاقات الزوجية بيؤدي إلى هذا الأمر خلي بالك الخلل كمان عند هذا الزوج من عدة نواحي ناحية الأفلام الإباحية ناحية إنه هو بيعيرها بحاجة مش في إيديها دي حاجة بتاعت ربنا عز وجل عمل يعيرها بيها طول باستمرار ناحية إنه بيعيرها بأهلها اللي هو خلها وحرضها وخدها من وراهم وتجوزها وقالها ما يهمكيش دلوقتي بقول لها أنا مش لاقي راجل أكلمه عندك فهو الراجل هنا عامل خلل في عدة اتجاهات ويقول لها أدمك فأر قدام الناس آه وقال لها أدمك فأر قدام الناس دي حاجة أولا حاجة ما لهاش أي زن بخصة الأدم والكلام ده يعني بتبقى ما لهاش ده أنت مثلا في شغلك ما جالكش رزق كافي أو خسرت أو كده بتعلق فشلك على واحدة اللي حاولة لها قوة قاعدة في البيت ما عملتلكش أي حاجة قد تكون أنت فشلت ربنا عز وجل ما قد ضلقش بس باباها قال لها أنا بفهم في الناس كويس قوي وشايف إنه مش كويس والله هو أنا باباها أنا مش راجل منطقي أخذ عليه كل الكلام حقيقة هو إن كان هي أصابت معاه هذا الأمر مرأة بيفهم في الناس كويس كانت جوز واحدة برضو كويس مهي مراته اللي هي التانية اللي هو اتجوز معاعد معها الحد النهار ده معاعد معها الغد دلوقتي مافهمش ليه في الناس كويس الراجل اللي كان الولد اللي كان بيحبها في الأول ماهو رفضه برضو فهو الأب ده يعني راجل برضو بس أنت شايف إن الولد اللي كان بيحبها ده حتى لو بعد ست سنين كان فودي يخطب ويعيش حياته بعد ست سنين أكيد أنا لو ما كانوا خلاص ماهو أنت بقى لك بتحاول لا لأنه هو لأن الباب مقفول بالنسبة له ست سنوات بيحاول وبيروح وبتخلي بالحضراتك الرفض ده الناس بتقعد العمر كله يا أخواتي خبط على الباب ما هو ماشي وفي الآخر حياتها كلها بضيئة ماهو برضو عايز يعمل مستقبل وعايز يعمل عادي في الآخر بيكتشوف الناس زي زي غيري وإنه هو الوحيد للدحكة عايز يعمل عادي خلي بالحضراتك الرفض اللي الإنسان بيطرفضه خاصة لما يكون عدة مرات من نفس الأشخاص ونفس الزي بيطرفض من أبوها ده أصلا بيسبب في حد ذاته ألم نفسي فيه ناس كتيرة جدا الرفضة عندها بيعمل لها اختلال ويعمل لها يأس وإحباط خليه حتى مش عارف يشتغل لما حالك أروح مكان حتى وظيفة أول مرة ويرفضوني بقى بقى راجع عمل إزاي فهو كل مرة يروح يطرفل وكل مرة أعمل وينقاطع أنا فاضلكم بقى ماركوز غيرك هيفضل بقى 6 سنين فأنا شايف أن 6 سنين هي خلاص فترة هو الرجل العمل علي الرسم والكتابة بيرايحه فعلا؟ طبعا أي هوايات بنتطالب بيها أن أنت لما يكون عندي مشكلة نفسية أو حتى في الوقت العهدي الهواية دي عملها لفترة يعني نقدر نقول لو أنا بمارس هواية بحبها لمدة يوم أو عدة ساعات في يوم كل أسبوع كفيلة بأنها تخليلي بقية الأسبوع أنا عايش في استقرار نفسي أو عايش الدنيا حتى لو رياضة تنمشي حتى لو أنا أتكلم مع زميل صديق أو حتى أنا برتاح له في عائلتي طب بس دي بتبقى مسكنة أو العلاج؟ يعني طبعا الأتنين هي على الأقل هتريحني المدد يعني هو ده يقول أن ساعتين من ممارسة الهواية أسبوعيا كفيلة بأن هي تخليلي أو تبص فيها نشاط وحيوية بقية الأسبوع علشان كده الناس بتحاول تعمل برة مثلا أو ثلاث نهاية الأسبوع دي حاجة مقدسة بالنسبة له فيش حاجة اسمها أنام لا دايما يروح جبل يروحه مش عارف بحر لما يروح حاجة زراع يغير فيش حاجة اسمها غير عندنا إما نام إما جيب طلبات البيت إما روح وصال الحربية عند الميكانيكي الحاجات دي كلها أو تروح عند مامتها ما أنت روحتي عند ماما ماما عند أبسين في الشقر لا والله أعلم لا ما أنت روحتي عند ماما هو للأسف الحاجة دي عشان كده هم مقدسة يقول لك أنا لما بعمل حاجة دي في قطرة نهاية الأسبوع باية الأسبوع بشتغل عندي باور في الشغل بتاعي فبالتالي هنا أنا بقول ممارسة هوية يا جماعة لمدة حتى ساعتين كل أسبوع بتنفس عنها نقدر نعتبر اللي حركت قلته دي دكتور دلوقتي روشتة أو نصيحة للي زي نور في قصصه من هي كن مأهورة أو متضايقة أو مش عارفة تغير فتبتدي تغير بده ولا لازم تعمل تغيير كامل لا هي بالنسبة لنور المفترض تعمل تغيير كامل بس بالنسبة لحد تاني مجرد مشاكل بسيطة ده في حد ذاته يبقى تغيير مفيد وإن كان برضو بيبقى معادة أمور العوازية وحركت قلته يا جماعة مارس رياضة آخر نصيحة بقى أنا أختم بيها مع حضرتك تقولها النور تحاول تدور على حاجة تتعلمها أو فرص عمل تشتغلها تحاول تدور على حاجة زي كده فرصة عمل أو حاجة زي كان حتى يعني حتى لو هي معهاش شهادة عليا ولكن فيه برضو عمال ممكن ما تطلبش الشهادة تحاول تتعلم أكتر أو تستفيد برضو من الوقتها اللي هي موجودة فيه في البيت بحيث إن هي لازم هيجي لها وقت أو تعرف إن هيجي لها وقت إنها ممكن تريد نفسها مضطرة تعتمد على نفسها تمات كلها يعني إيه مضطرة تعتمد على نفسها تمات كلها؟ معجوزها واحد طلقها وأبوها سايبها وقعيد فهي مصروفاتها تكمل ولا تعمل إيه؟ معجوزها؟ آه لا طبعا ما تكملش لا طبعا ما تكملش هو رجل تقوم وراء تقول رأي ده على فكرة في قصة هيا عندي آه لأن أقول لحضراتك حاجة أنا قلت لحضراتك التلات ما حاول هو عمل شغال عليهم آه شغال على الأفلام الإعلاقة الزوجية مش موجودة بيعيارها بال بس ساعات بيبقى كريم جدا وإحناين جدا عادي ما هون نفس الإنسانية عمرها ما هيكون زي الأفلام هي الشرير يفضل شرير طول الفيه لا ممكن يبقى أوقات طبيعي بيحن على حد بيبقى هو كمان مع معلش هو برضو بيقاطي ما هي برضو هتديله كلمتين حلوين هتدلعوا وتعملوا فهو بس ده بيبقى عشرين في المية من الثمانين في المية اللي انت عايشاهم طبعا أو من المية في المية اللي انت عايشاهم طبعا أنا دايما زي ما حدك قلتي عشان ما حدش يقول بنحرر على انفصال الكلام بس هو وصل لمنحلة كبيرة جدا محطة ان هو بمدي إيرو عليها أنا معندي ضرب يعني هو ضرب أو خيانة الحالتين دول بالنسبة لي هم خطأ يعني باي باي آه يعني باي باي خلاص بشكرا لكم نورتي بسي جدلي دكتور عرفت يا نور ممكن نعمل ايه بس خلاص وهستنكوا في قصة جديدة بس يكون قصة حقيقة باي باي اشتركوا في القناة